استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمقر المجلس رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي سقر غباش خلال هذا اللقاء شدد عبدالرازق على أهمية الدبلوماسية البرلمانية بين مصر والامارات ودورها الكبير في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين والشعوب العربية والإسلامية كلها مثمنا الدور المصري والاماراتي الداعم لإنهاء الحرب على غزة ورفض تهجير القصري للشعب الفلسطيني وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية من جانبه أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي أن مكانة مصر الكبيرة تحتم تنصيق معها حول كافة القضايا والتحديات لافتا إلى توحد الرؤى بين البلدين نحو الوقوف مع الأشقاء في غزة شكرا